اليوم كنت قاعدة أفكر أن في بعض الأشياء أحس أن احنا فقدناها بسبب تجارة الجمال أو صناعة الجمال بيوتي اندستري يعني من كثر ما صار في ضغط ومحاولات للوصول للجمال في بعض الأشياء البديهية الفطرية اللي فقدناها في علاقاتنا وفي تعاملنا مع الناس تشراك من دخل فيها؟ نسولف هي أشياء وايد بس اليوم بنصرف على ثلاث أشياء من هذه الأشياء اللي أنا أحس أن نحنا فقدناها بس أولاً أهلاً وسهلاً شلونكم؟ شخباركم؟ أنا عليا المؤيد وهذه قناتي ومن هذه القناة بث كل المواضيع اللي لها علاقة بالصحة خاصة الصحة من منظور طبيعي منظور الطب البديل منظور تشافي الفطري فعندي منصة اسمها أكاديمية عليا أكاديمي دوت كوم فيها دورات باللغة العربية ممكن تنظم لها من أي مكان في العالم في أي وقت وعندي أيضاً أرشيف الحلقات السابقة موجودة على يوتيوب وقاعدة أنزل منها أيضاً الآن على قناتي في رمبل كل قنواتي على وسائل التواصل بنفس الاسم عليا المؤيد كلمة وحدة فخلونا ندخل في أول شيء أول الأشياء خلو نقول ذاك اليوم قاعد في السيارة وأفكر ما يش أفكر في المواضيع بس أحس يعني حلو أن الواحد يتفكر خلو نقول فقاعد في السيارة أفكر في شنو الأشياء اللي فقدناها فقدناها بسبب التجميل أو محاولات التجميل أو محاولات ضغط تجارة الجمال على الأشخاص أو على البشر عامة ولكن يمكن شوي أكثر على النساء فأول هذه الأشياء هي التجميل عامة لما نبدأ نتخلص من التجاعد وهو يبدو كأنه هو شيء بسيط ترى أنا بس عندي تجاعد أبي أتخلص منها ولكن نحن ناسين أن العلامات اللي على الوجه نستخدمها عندما نقرأ بعض يعني لما أنا أوقف مع شخص وأتحاور معه الحوار بيني وبيني لا يحدث فقط بالكلام تتعرفون لغة الجسد لغة كذا ولكن هناك خطوط معينة في الوجه يقرأها جهازي العصبي فعندنا عصب كبير اسمه polyvagal nerve وهو عصب ما هيش تسمونه بالعربي لازم أخبره فهذا العصب من الأعصاب اللي لها علاقة بقراءة الأشخاص للوجوه فأنت لما تكون طفل وما تفهم الكلام لازم تكون تعرف شلون تقرى الوجه فتعرف مشاعر أمك من ويهة من علامات اللي على ويهة متى هي تكون سعيدة متى هالخط يطلع متى هالخط يطلع عندما تقرأ هذا الوجه أنت كطفل عندما تقرأ هذا الوجه تعرف أنت تقدر ترتاح الحين تقدر تخلي جهازك العصبي يرتخي ولا هل أنت في خطر بسبب علامات الموجودة على وجه هذا الشخص ولما نكبر إحنا بشكل متواصل ما زلنا حتى وإحنا كبر نقرأ هذه الوجوه ونقرأ هذه العلامات فما حدث عندما أتت تجارة الجمال أو صناعة المالة ضغطت على النساء أو حتى على الرجال أنهم يشيلون هذه الخطوط من وجههم لحظة في التسجيل اللي بعد بدأت تصير مشاكل في التواصل لأن أنا لما أتواصل معاك وجهاز العصبي نحن نتكلم على المستوى اللاواعي جهاز العصبي قاعد يقرأك فأنا لما أتواصل معاك وجهاز العصبي كأنه كل دقيقة يشوط لأنه ما قادر يقراك عدل لأن حتى إذا واحدة مثلاً قاعدة تصيح قاعدة تبكي يعني ما فيها ولا علامة بكا جهاز العصبي لا يستطيع أن يستلم هذه الإشارات من هذا الشخص ولذلك لا يستطيع أن يتعاطف معه بالدرجة الصحيحة أو بالدرجة الكافية فنصير يعني وأقولها يعني جملة عودة أو فكرة عودة بس كأن نحن في طريقنا إلى التحول إلى روبوتات اللي حتى ويهنا ما فيه تعابير وإذا ويهنا ما فيه تعابير جهازنا العصبي أو جهاز العصبي للشخص اللي مقابلك أيضاً يهتز وعندما تهتز الأجهزة العصبية لمجتمع كامل أو أسوأ عندما تهتز الأجهزة العصبية لجيل كامل من الأطفال لأن حتى أمهاتهم ما فيه مخطوط في ويها يبدأ يهتز هذا الجهاز العصبي دائماً يحس أنه عنده كأنه قلق وتوتر خفيف لأنه دائماً عنده عدم القدرة على القراءة قراءة هذا الشخص الذي أمامه فحتى لا تستطيع أن تقرأ السعادة لأنه لما تبتسم ما فيه خطوط وهذه الخطوط هي التي تعطيني هذا الانطباع لأن هذا الشخص مبتسم حقيقي يعني هذا الشخص سعيد حقيقة مو بس مبتسم واحد سهولة يبتسم بس الخطوط ما تطلع إلا عند لما تكون المشاعر حقيقية فإذا أنا أشوف ناس مبتسمين ولكن ليست سعيدين لأن الجهاز العصبي قاعد يقرأ شيء ثاني ولما أشوف واحد متعجب وما عنده خط وواحد زعلان وغضبان وما عنده خطوط شنو يصير أنا في جهازي العصبي فشنو يصير؟ يعني نبدأ بعدين نستغرب أن شنو كل الناس فيهم قلق فيهم توتر شنو الشباب اليوم كلهم عندهم اكتئاب طبعاً مو هذا السبب الوحيد ولكن هذا فعلاً يسبب مشكلة في التواصل وسببها تجارة الجمال اللي حسستك أو حسستك أن أنت لا تكفي بخطوطك وأن خطوطك هذه مفروض أن أنت تكون تشعر بالخزي منها تشعر بالعار تستحي متفشل ما المفروض يكون عندك خطوط ما المفروض تكبر ما المفروض تعبر عن ويهك وعن حزنك وعن ساعاتك بخطوط في ويهك لازم تكون مفروض وكأنك ماشي وعلى ويهك فلتر يعني بشكل متواصل فتقوم تبدأ تختل العلاقات اللي عندك قدرتك على التواصل تبدأ تختل ومن حولك أيضاً يختل عندهم الجهاز العصبي حتى ولو بشكل بسيط فلازم نبدأ نفكر إحنا في تابعات هذه القرارات اللي قاعدين نتخذها كمجتمع علينا إحنا كلنا كمجتمع وكبشرية أيضاً فهو شي بسيط لا إلا بس بتحطي نقبره بإنشالها الخاط يعني ليش أنت مو بمهتمة في نفسك وليش أنت ما تحاولين أن أنت تبدين بأكمل وجه لا أنا أحتاج أن أنا أوصل للشخص اللي معاي خاصة للأشخاص اللي أحبهم أوصل لهم مشاعري لما أبتسم وأسعد لما تطلع لي هذه الخطوط حتى جهازي آن العصبي يقرأ خطوط وجهي وبناء عليها يبدأ يستشعر هذه المشاعر فتشوفين مثلاً هي تقول لك والله أنا أشعر بالخدر لما تبتسم ما في خطوط يعني فأنت مخش دائماً يعني جسمك دائماً قاعد يقرأ نفسه فيأخذ الإشارات من نفسه فلما يتشوف أن أنت مبتسمة لأن الفم تحرك والخطوط طلعت وكذا فهو يسجل أن هذا الشخص سعيد فيبدأ السعادة تتغلغل في الخلايا على مستوى الخلايا إذا ما صارت خطوط صعب جداً أنه هو يسجل هذا الشيء فأنتوا تخيلوا ضربوها في كم شخص كم سنة بيقعد بيشل هذه الخطوط وكم شخص بيتواصل معاه وبيبدأ يأثر على علاقته معاهم كم من هذه المشاعر هو لم يستطع أن يستشعرها كم من هذه المشاعر شخص أمامه لم يستطع أن يستشعرها لأنه ما يقدر يتعاطف معاك ويقولون أنت ليش ما تفهمني أنا حسن أنه أنا ما أحد يفهمني ما أحد يفهمك لأنه أنت ممخلي أحد يفهمك لأنه أنت مشلول وجهك مشلول ففكروا معي إيش رايكم حطولي في التعليق حين بأقول لكم عن الثانية الشيء الثاني اللي إحنا خربنا وهذه من البديهيات وتشوفونا في كل مكان هو طبعا صباغة الشعر أو صبغ الشعر اللي بدين نراه كعلامة من علامة التقدم في السن وأن أنت المفروض ما تتقدم في السن وكذا ولكن على شنه يأثر طبعا لعلاقة بأن أنت أنت غير جميلة وأنت غير كافية كما أنت وأنت المفروض ما تكبرين وأنت المفروض ما ديشنا تتحنطين يعني ما عرف شلون بس مفروض أن أنت التحنطين ومفروض ترجعين مع أن الوقت قاعد يمشي على جدام أنت لازم ترجعين على وراء شلون ما عرف بس أنت يختر عيلة شيء قامت هي تلصق وتلطع في روحها في أشياء وغير أن عالم صبغ الشعر أو صناعة الجمال من هالناحية غير أن هي تلوث البيئة فيها كيمويات تضرب الجسد تستنشقها تنظر النباتات تنظر الحيوانات تنظر الكائنات اللي في البحار تنظر كل شيء كل شيء ينظر ولكن ما لم نفكر فيه أو ما لا نفكر فيه ممكن بشكل كافي هو كيف يؤثر هذا على التواصل على علاقتي فيك لما أنا أتواصل معك مثل ما قلنا أنا أقرأ كل شيء فيك على مستوى اللاوعي جهازي العصبي يقعد يسوي لك سكان كامل فأنا لما أتشوفك حتى أحتاج أو جسمي أو جهازي العصبي يحتاج أنه يرى فيك كمية حكمتك مثلا ولا كمية تجاربك في الحياة فويهك يعطي بالتجاعيد علامات الكبر شعرك يعطي بالألوان بالتغير كذا يعطي مشرط علامات كبر لأنه في ناس أتيهم مثلا حتى شعرهم يصير فيه شيء من عمر أصغر ولكن ممكن أن أنا أقرأ فيك تجارب في الحياة حكمتك مشرط أنها فقط زمنية حكمتك ممكن أن أن أنت تكتسبها حتى وانت صغير فهذا الشخص اللي معاي كأن أنا كل دقيقة نقطع لازم أرد داعي بس أنا كأني أتيح لك الفرصة بأن تقرأ أجزاء من حياتي كأنها هي خارطة وانت قاعد تقراها لما أنت تقراها صح أن ترى أنا مريت لما أضحك عندي ويد خطوط لأنني مريت بحالات سعادة كثيرة ومرت أيضا بتعب وهذا أيضا يبين على خطوط وجهي وأنا أيضا في عمر معين وعندي اكتسبت خبرات معينة وشعري لون معين معنات أن أنا عشت سنوات معينة واكتسبت حكمة واكتسبت كذا لما أنا أتيح لك الفرصة في قراءتي علاقتي معاك تتحسن لأن أنت جهازك العصبي يقدر يتواصل معي بشكل أفضل وبعدين لما يصير إحنا اثنيننا عندنا القدرة على قراءة بعض وأقيمك وتقيمني على مستوى الجهاز العصبي التواصل بيننا يصير أفضل إحنا كمجتمع نبدأ نتعاطف مع بعض أكثر نبدأ نفهم بعض أكثر طبعا برجع وأقول هناك عوامل كثيرة أخرى تؤثر على هذا الشي ولكن هذا العامل لا نستطيع أن نستصغره لأن هذه الأعصاب اللي فينا خاصة هذا العصب الأساسي الذي يحتاج أن يقرأ لكي يرتخي فأنت حتى تعطي الجيل اللي أصغر منك تعطي عيالك تعطي أصدقاء عيالك تعطيهم الفرصة أنهم يقرؤون عمرك وحكمتك وقدرتك على التواصل معهم وقدرتك على المعرفة وكل هذه الأشياء من القراءة التي تحدث على مستوى من الماوراياتك كأن الأشياء اللي ما نراها بوضوح ما نعرف نحن قاعد نسويها تنسى سولف معا وحدة فتقول لي أنا مسوي تاتو حق الشفايف عشان دائما يكون لونهم زهري حلو حلو من ناحية جمالية جميل جدا وياريت الكل شفايفهم دائما لونها زهر ما عرف ليش بس يعني عادي أنها تعطيك انطباع أن هذا الشخص عنده صحة وأن هذا الشخص يمكن صغير في السن يعني وعنده حيوية وكذا لأن شفايفة الدور الدموية عنده صح وكذا لأن شفايفة لونهم صح كمثال فهي تحطها تو فيكون بشكل دائم طبعا يتجدد بين كل فترة وفترة ما عارف شكذا لازم يتجدد ما عريد تعرفون قلولي بس أنه يتجدد عشان تبقى شفايفها لونها وردية أو اللون المناسب اللي هي تحس فيه الآن الشفايف من الأشياء اللي بسرعة تعكس صحة الجسم فهي من أفضل الأماكن اللي احنا نقرأها لكي نستشف الصحة فلأن بدليل أن هما بيسوون تاتوز أو الناس تسوي تاتوز على الشفايف عشان تعطيك انطباع الصحة فمعناته أنه نعم أن هناك جزء كبير من الناس تقرأ بعض عن طريق الشفايف فتشوف إذا أنت شفايفة حلوة ولونها وردي وكذا معناتها أن أنت صاحية إذا شفايفة لونها غلط إذا فيها تشققات حتى في الطب الصيني دائما يقرؤون الشفايف وعادة أن تكون لها علاقة بأعضاء معينة في الجسم فأنا قاعدة أسورف معاها فتقول لي إيه سويت كذا قلت لها يعني إذا رحتي مكان وثلجتي ما حد بعرف أن أنت بردانة يعني إذا أغمع عليك من البرد ما حد بعرف أن أنت بردانة فيمكن حتى ما يعطونك الألاج المناسب والوقت المناسب لأن أنت ميت من البرد مثلجة لو ما كان عندك هذا اللون الصناعي اللي أنت حطيتي عليه كان مباشرة من الشفايف بالعرف يعني تعرفوني إذا عندكم طفل يسبح في البرد مثلا وقاعد يسبحوا مستنس يقولين لا يلا يلا أطلع أكو حلجك كله أزرق خلاص عرفت أن أنت حين بردان خلاص أطلع خلاص الوقت وإنت الماء بارد عليك والجو بارد فالأطفال بسهولة تعرفين إذا هو بردان ولا لا من شفايفة فويهك يعطيك انطباعات عن صحتك أو عن ما يحدث بداخلك لكي يسهل إسعافك بعض الأحيان فيا التجارة الجمال خربت اللعب صاروا حتى اللي في الطوارئ ما يعرفون هذه الشخص بردان حران ما يدرون ما يقدرون يقرؤون المأشيرات فحتى بعض الأحيان لما أتابع أتابع بعض البرامج اللي تقرأ لغة الجسد فتشوف من تعابير الوجه إذا هذا الشخص يكذب أو لا مثلا فأحب هذه الأشياء أحب أشوف تحليلهم يعني لأن هالشخص كذب ولا لا فبعض من هالمختصين اللي يقرؤون الوجه تعرفون يحطون حلقات ويحطون مثلا ناس مشهورين مثلا قضية صارت انشهرت يحطون هالأشخاص ويقرون وجوههم يعني هم متخصصين في هالشي يقرؤون الوجه ويقول لك إذا كان شذابي يمقى لها الجملة ولا صح ولا يعطي انطباع أنه كذب أو لا فمهما بروحهم يقولون نوايد أشياء من قراءة الوجه اختربت اليوم بسبب البوتوكس وتغيير لأن الحاجة بيرتفع لما يمكن الواحد يتشذب ولا ينزل ولا كذا ولكن الكل مخدر اليوم وهيها لا يعطي انطباع فهذا نفس الشي أنت يصعب عليهم علاجك حتى إذا أنت شفايفك أنت مخليها لون معين دائم لا أنت بتعرف إذا فيك شيء ولا أحد ثاني بيقدر يقرأ لك هذه الفرص اللي يتيلك جسديا اللي ممكن أنه يقرأها لك فهذه الثلاث أشياء الرئيسية اللي فكرت فيها يا ما فكر في الموضوع ذلك اليوم ودي أسمع منكم أنتوا شو تحسون شنو رايكم قولوا لي حتى إذا تقولوني مثلا علي ترى هذه خرابيط وانتي قاعدة ضيعين وقتش على أفكار ما لها داعي الحلقة حتى ما عندي لها مغزة بس بعض الأحيان نحتاج أننا نعرف عن سلبيات ما يحدث أو سلبيات ما نفعله من شخص صريح وواضح ومحايد أنا ما يهمني سويتي ولا ما سويتي بس أنا تواصلي معاتش بعض الأحيان يتعرقل فلا أستطيع أن أصل إلى هذا التواصل التام فقلوا لي شرايكم في الموضوع حطوا لي في التعليق على الخاص أو إذا شفتوا الحلقة على يوتيوب حطواها على التعليق يوتيوب وخلنا نسولف مع بعض ونشوف ماذا تظن إضافات ما شنو بدك تضيف لهذه القائمة وكالعادة إذا عجبتك هذه الحلقة انشرها لمن تحب حط لها لايك إذا شفتها على اليوتيوب اشترك في القناة ارسلها لأشخاص تحبهم عشان نبدأ نفكر مع بعض في تبعات هذه القرارات وداما وأبدا أكاديمية عليها موجودة لكم لمن يحب أن يشترك في هذه الدورات أونلاين باللغة العربية عليأكاديمي دوت كوم فيها دورات كثيرة وعندنا رحلات صحة أيضا مرتين في السنة الرحلة القادمة إن شاء الله إلى الهند في شهر 11 انتظركم التون معي وفي الأخير هذا كان رأيي والقرار قراركم اشترك في القناة